أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران برئاسة سعادة محمد مبارك بن فاضل المزروعي كذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا آخر بتعيين سعادة أحمد محمود فكري مديرا عاما لمركز الإحصاء أبو ظبي